يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله عشاني والدرج العطفة اليادي ركال العلمين يا أهيل الجود والدرج والدرج وبه من خافهم أمنوا وبآيات القرآن عمو فد إذ فينا أخاف وهني يا رسول الله السلام العلمين يا رفيع شادي والدرج عطفة يا جير ركال العلمين يا أهيل اليود والدرج عرف العطفة وقع يا رسول الله السلام عليك السلام عليك يا رفيع يا رفيع شادي والدرج عطفة يا جير العلمين يا أهيل اليود والدرج يا رفيع يا رفيع وعلي يا رفيع يا رفيع حسب وإلى صباح وإلى الله وإلى حسب ما فيه خطر يا رسول الله سلام عليك يا رفيع وعشان والدرج وعفت يا جير عطفة العلمين يا أهيل الجود والكرم وعفت رفيع محيいた وعفت من مساء لا طعب لها وعفت وعفت علمين وعفت الله محي لك ومحي لك سلام عليك يا رفيع الشادي والدرج عفتي يا جيرت العلمين يا أهل الجود والكرمين وهو المول والذين مضوا بفضل الله قاد سعدوا لغير الله ما قصدوا فعلم قرآني في أخرى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشادي والدرج عفتي يا جيرت العلمين يا أهل الجود والكرمين رضا بيت المصفى قهرهم أمام الله رضا بيت المصفى قهرهم الأيون من صفري قهرهم أمام الله قهرهم أمام الله يا رسول الله قهرهم أمام الله قهرهم أمام الله يا رفيع الشادي والدرج الدرج لعفة يا جيرة العلم يوم إلى الجود والكرم واسفر لي من الجانه إذا اختبت موقع تقول لها تأخذ فيها تقول كلاب وعن صف بالله وسعي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشادي والدرج لعفة يا جيرة العلم يوم إلى الجود والكرم ربي طغطنا لداركديم وهدنا القصدى بحورة يوم إلى الجود والكرم رسول الله سلام عليك يا ربيع الشاق والدرج عطفة يا جيرتا العلمين يا أهيل الجود والكرمين اللهم صلح وصلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الوري الطالب الباعث الواري سلمانه السالب عالم القائن والبعن والزائن والثائب نسبعه الآفر والمائن وطالع والغارب يوحيده الناظم وصامد الجامد والثائب يوهم بعدن ساكن ويسكن بفضله الطالب لا إله إلا الله حقيم أترضي عقبي والعجائب إذا رديم تركي بهذه الموالب خلقه مخاوه عظمه وعذو دواروكه ورعمه وجلده وشعرم من أذب مذلب مذراقب مما إذ دافك يخجم بين الصلب والطرائب لا إله إلا الله قريب مسد لخلقه بسدق رمي والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا ينادي ألمي مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة ذهنينه المطالب ألا رأيت الخدام قياما على النقدام وقد جادوا بدموع السواقب والقوم بين نادم وتائب وأبك من الظنوب إليه هارب ولا يزالون فيه الإستغفال حتى يكون فغفنها لضيول الغيائب فيعودون وقد فاروا في المظلوب ودركوا في الظلم أحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خالب لا إله إلا الله سبحانه تعالى من ملك نوجد نور نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وبل أن يخرج آدم من الطين لازب فرض بخراه على الأشياء وقال هذا سيد الأمبية وجل الأصفية وأكرم الحمائب اللهم صلِّ وسلِّك وكارك عليه إله وآدم ولا نبي أُلِلُوا على المراتب إله وانه وقال نوم يأجو من الغلق ويهلك من خلفه من الأهل والأقارب إله وإبراهيم قال إبراهيم بإذن قوم حجده على عباد الأثمام والكواكب إله وموسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى قليم ومحاطب إله وعيسى قال عيسى يبشر بي وهو بين يدين بوته كالحاجب إلى من هذا العبيب الكريم الذي ألبسته حلت الوقار وتوجده بتجار المابد والإفتخار ونشرت على رأسه العفائب قال هو نبي استخرطه من لؤي بن غالب كامد أبو وأمه ويقوله يدوه ثم عمه الشقيق وأبو ظالم اللهم أصبح ويسلم وأبارك عليه يبعث من دهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة بظل الغمامة تضيعه الصحائب فجري الجبين ليلي الدوائب أليفي الأنف بيبي الفاملوني الحاجب سمعوا يسوى الصرير الخرم وصروا إلى السبع ثباق ثاقب قدامه قبلهم البعير فزل ما اشتقه من المحن والنوائب عامن به الضب وصلمت عليه الأشجر وخاطبته الأحجر وحبن إليه الجذع حدين حزين الناديب يدام تظهر بركضه ما في المطاعم والمشارب القبض لا يغفر ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أعوذي أعف ولا يعاقب وإن خصم يسمط ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب هي ربت لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا لدقى على الكونين وانبصل على العالمين ووصل إلى قاب قوصين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المارب فإذا شرب الظلم ضعب منهم يأشر في قالب سعت إله أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه صلاة الله ما لا حد كواكيب عَلَى حَمَّدَ خَيْرِ مَا رَكِبَ النَّجَاءِ صلاة الله ما لا حد كواكيب عَلَى حَمَّدَ خَيْرِ مَا رَكِبَ النَّجَاءِ عَلَى حَمَّدَ خَيْرِ مَا رَكِبَ النَّجَاءِ صلاة الله ما لا حد كواكيب عَلَى حَمَّدَ خَيْرِ مَا رَكِبَ النَّجَاءِ صلاة الله ما لا حد كواكيب عَلَى حَمَّدَ خَيْرِ مَا رَكِبَ النَّجَاءِ 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 عَلَى حَمَّئَ عَلَى حَمَّدَ خَيْرِ مَا رَكِبَ النَّجَاءٍ عَلَى حَمَّدِ النَّجَاءِ عَلَى حَمَّدَ خَيْرِ مَا رَكِبَ نَجَاءُ عَامَنَا طُّ något عَمَنَا قَ عَلَى حَمَّ true كواكب الحالة لدخير كراكب الجائم صلى الله عليه وسلم كواكب حالة لدخير كراكب الجائم فهد طربا كما هامت سواء الله فاتحنك في طريق من حضر كذبا فاتحنك في طريق من حضر كراكب الجائم فاتحنك في طريق من حضر كراكب الجائم فعلى أحمد خير مار وكبال الجائم فاتحنك في طريق من حضر كراكب الجائم فاتحنك في طريق من حضر كراكب الجائم صلى الله عليه وسلم فاتحنك في طريق من حضر كراكب الجائم فعلى أحمد خير مار وكبال الجائم فعلى أحمد خير مار وكبال الجائم قل للنفسك في طريق من حضر كراكب الجائم فبلا بالعبيب بكل قصدين فقد حسن الهان والدخاء صلى الله صلى الله صلى الله مار وكبال الجائم ربي الله خير الخلق جمعا له على المناصب والمراتي له الجهة الرافع له الأعالي له الشرق المؤبد والمناقين صلات الله صلات الله ملاحك وحاكين على مدخل على مدخل من رقب النجاة ما لو أدنا سعينا كل يومي على الأحداث كلا فوق النجاة صلات الله صلات الله ملاحك وحاكين على مدخل على مدخل من رقب النجاة ولو أدنا عاملنا كل حين به أحمد موليدا قد كان وحاكين صلات الله صلات الله ملاحك وحاكين على مدخل على مدخل من رقب النجاة عليه من المهيب لكل وقت صلات الله صلات الله ملاحك وحاكين صلات الله ملاحك وحاكين على مدخل على مدخل من رقب النجاة يا أمه الأمه والأصعابة والله جميعهم 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 وحاكين صلات الله ملاحك وحاكين صلات الله ملاحك وحاكين على مدخل من رقب النجاة اللهم أصد وسفر اللهم أصد وسفر وبارك على علاني فاهتز العرش ضربا واستبشا وامتلات السماوات أنوارا وطجت الملائكة تميدا وتميدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تسلم صلى الله عليه وسلم ترى أجواعا من فخري وفغري إلى نهاية تمام حملي فلما اشتده أن تلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البذر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد يا ربي صلى وسلم قَالَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ زَنِيَاتِ الْعَدَى وَجَبَى شُفُرُ عَلَيْنَا مَا دَعَى لِلَّيْنَا قَالَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ زَنِيَاتِ الْغَدَى وَجَبَى شُفُرُ عَلَيْنَا مَدَعَى لِلَّهِ دَى أيها المعصبين جِدَبِي لِلْأَمْرِ الْمُطَامِ قُنْ شَفِيعًا يَا حَبِيبِي يَوْمَا مَا دَعَى لِلَّهِ دُعَى لِلَّهِ دَعَى لِلَّهِ دَعَى لِلَّهِ دَعَى علينا يقجيب لكل أداء طالع البدر علينا من سديات الهداء وكما شكر علينا ما دعا بالله داء أنت في كل الجبيل وجبال اليابطى قد تجليت لقلبك أصبراً دون قيلة طالع البدر علينا من سديات الهداء وأجب الشكر علينا ما دعا لله داء أعوى على عشق الجبيل طب الله طباً ولبسنا سوباً عيزة بعد تلفق الرقاً طالع البدر علينا من سديات الهداء طالع البدر علينا من سديات الهداء مرحباً يا مرحباً يا نور العين مرحباً يا مرحباً يا مرحباً يا مرحباً يا نور العين مرحباً يا مرحباً يا مرحباً يا مرحباً مرحباً يا مرحباً يا نور العين مرحباً يا مرحباً يا مرحباً هل ورضعنا فاديا وصلين دائما فيه قل لداعي مرحبا مرحبا يا قرحبا يا نور عيني مرحبا بكت المصيري مرحبا مرحبا ما أرى في فرحنا جميعا في جميعا الصالحات مرحبا قرحنا السيئاتي مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا الجميع الحسيني مرحبا يا قرحبا قال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صليه سلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حابب سلام عليك صلى الله عليك صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله أستغر الله الأنظيم أستغر الله الأنظيم أستغر الله الأنظيم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستغر الله أستغر الله أستغر الله أستغر الله أستغر الله سلام عليكم سلام عليكم شكرا أستغر الله أستغر الله وضرياته أهل النجاح والكرامات أما بعد 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 كان الزأ ريسي يمكن أن أقول لهم يمكن لهم استغلاقاً أعتقد أن الأن رأيد مفترة أطلب رأي في العديد عادم اللي لم يكن لأي في المجدد علينا رأي في العديد أقول ليس فقط براي يوجد سواء أهل مفترة لأي خ shouldn't فهل ب طبنا صحيح هذا مقاد يوجد فعله بأن بلاهام جنب عليه كنت لا يوجد الأرض بعد الجنب يوجد أن نقبل تد さه豢 نقبل فعل ذلك كنت يعلم أن نقبل كل نقبل كل نقبل كل نقبل كما أن تجل بعد أن نقبل بلاهام جلال أنا أبوأ أحسكت بلاهام جلال أرد في الله رجل بللي مستوي أنه أناн كنت مجددا من أقل معكلة سوف أتسلم أصابه سماء أصابه السيد والله والله من أصابه أسلاك كل ذلك أنت نعم فِالهْ خِرُهِ رانَ اللَّهِ يَنتُ بأ Ä Polski التي سنبطف أطرك لا يأني أل� يأنpex لو قلت لديك أحيان أعطي كأن أتكون أحيانا أحيانا أتكيت أخوانا أعطيك يا ذو Stunden جريك محمد محمد أخو محمد أخوانا أمامي زلطان أتكب حيانا فقالا أخوانا أمامي فقالا أعطيك موسيقى لا أعرف會 أنا لدي علي في هذه الم launched ح provided سيدين ايضاعدن نسيحة pierwszy عامи في محالي بسداعته أسفر بعد خباره ثالث أسفر سوال س雨 لووات 1000 قليس كير 1000 قليل 3000 قبلها كانر سيدين غريل المدعي الإله إلا الله محمد الرسولullah لديه مدهم عملان سجد من لماذا عبنتك سجد من percent Institute 3000 والتقرائمة سجد من سجد من معلان سجد من سجد من سجد من زفاوة د mehrere depositة تقرائها سبب الحمد سجد من السلام عليك يا سبيد يا رسول الله سسياً هذه سجد من يعني عبرك دعائم سريم كالي هل هذا مالامه ألحظان أع000 كامل تولكeth سريم كالي هل هذا مالامه سورا مالامه سورا مالامه سورا مالامه لاغلائل الله أطوالي هذه السيئة مقالي أوير بالحرام نخير نبي الله تنميه المنزل تنميه ملاي المنزل جميع المنزل على دلالاع رسول الله ملتر قبلا لنزل جميعنا نبينا كما كان سيد 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 كما كان لنزل سيد 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 كأنها كاملة بعين أحسسان سيكون حيوتي سيكون من أحسسان سيكون دمنا نحس المقربي نبينا رسول الله أحسسان موهش في الموقف ثالثي سيكون شخص نحسي الموقف ثالثي hay Allahbug Ya Allah رسول الله لا إله إله مكęp مع الكثير مالاء الله مرتبك من التصل ذات أنه أن regards clase politically السيادة قبلاه الملك السيادة قبله المرك文 اليس прочة households لماذا أوب eager 最 Songs سوى اللهم وقعده Sampai kayak itunya Kecintaan sedin Lawan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Tapi jangan jawab Karena Klik ke rumah أبي Jual tilam أبي Jual tilam Ini kelimpatan Memaham Artinya Silahkan Pian guring Bertilam Alham Alham Dulillah Bahkan Lulun ada Melihat orang Tilamnya pakai Pempijit Bepempijit Karena dibuang Isidin Kenapa Julun pempijit Digenakan Zaman Aku kada jenak Guring Isidin Untuk Memberikan kita Nasihat Mudahan Bermempaat 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 Amin Ya Rabbil Alami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bermempaat 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 Terima kasih Bermempaat Bermempaat من الظرنت من الظرنت 토ات لم يعد minus أ Lewis الله من depression بالمجرؤ سبحانه وتعالى Mereka hatinya selalu berhubungan Dengan الله سبحانه وتعالى Inilah Orang yang mendapatkan pilihan voy pe국رة Inilah orang yang Sangat beruntung di dunia Kita lihat Di zaman sekarang Kita lihat di sekitar kita Begitu banyak Untuk di zaman ini Saat ini, orang sudah banyak Memerupakan akan الله Mereka akan tak terlalu sibuk Dengan kepada Dunia Mereka selalu mengejar akan Dunia 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 Karena Diceritakan Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Wilhaddad Beliau mengatakan Bahasanya Di zaman sekarang ini Orang kalau sudah Tentang urusan dunia Biarpun itu Lelah Letih Lesunya Itu 20 kali lipat Kita bergawir Biarpun lelah capeknya Badan kita Disamping 20 kali lipat Itu tidak pernah kita rasakan Itu tidak akan pernah kita rasakan Tetap kita akan mengejar dunia Tapi kalau sudah Kita urusan akhirat Kita urusan duduk Di dalam majlis Kita urusan untuk mencari Akan ridunya Allah Itu biarpun Urusan itu Sepilih Itu membuat Letih kita Membuat capek kita Padahal Yang sebenarnya Itu adalah Urusan akhirat kita Kalau kita Kepengen baik Dunia kita Kalau kita Kepengen enak Hidup di dunia kita Berbaikilah Kita akan Agama kita Insya Allah Allah berikan Akan jalan keluarnya Disitu Magaknya Disini Kalau orang Selalu Kalau terlalu banyak Untuk mengejar Ngejar akan dunia Sampai dia Merupakan akhirat Termasuk orang yang merugi Sebagaimana Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Dikatakan di dalam Maidah al-Quran Allah berfirman Wal asri Innal insana Fasrin Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Demi masa Bahasanya Manusia ini Dalam keadaan Merugi Jadi Manusia ini Seluruhnya Allah katakan Adalah Merugi Bahasanya Manusia merugi Ini Illalladzina amanu Wa amilus Salihati Wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu Kecuali Disitu Orang yang Beriman kepada Allah Orang yang Beramal Soleh Orang yang Menasihiti Akankan Kebenaran Dan Orang yang Menasihiti Kesabar Ini Orang yang Tidak Merugi Jadi Empat Jadi Empat Ini Harus Ada di dalam Diri kita Harus Kita Terapkan Di dalam Kehidupan Kita Agar Kita Menjadi Orang yang Beruntung Di dunia Wal akhir Yang pertama Adalah Beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Yang kedua Melakukan Amal Kebaikan Kita Lakukan Amal Kebaikan Tapi Kalau Kita Melakukan Amal Kebaikan Tanpa Kita Beriman Kepada Allah Ini Saya Amal Kebaikan Kita Akan Ditolak Amal Kebaikan Kita Tidak Akan Diterima Beraikan Yang Intinya Yang Yang Harus Pertama Beriman Akan Dengan Kedua Kalau Kita Mau Melakukan Amal Kebaikan Yaitu Mengikuti Nabi Kita Muhammad Kalau Orang Mengikuti Apa Yang Diperintahkan Nabi Muhammad Kalau Orang Mengikuti Apa Yang Disuruh Oleh Rasulullah يشعر الذين يريدون اشعر الذين أشعر الذين يريدونmmm يشعر الذين يريدون سدفع الله وظهر الذين يريدون إطلاق الله لذلك يقول إخوان الدولام إذا كانت شكراً أننا نريدون وضع أحد الإنمان آمل محمد صلى الله عليه وسلم ثم الضمان والشاني لعنه ركز عدف الله إخلص kalau niat ini sudah kita terapkan dalam hati kita insyaAllah amal kebaikan apa saja ini akan diterima oleh Allah SWT banyak sekali amal-amal kebaikan yang harus kita lakukan sebagaimana kata guru kita tadi ini lazimi kita berdikir kepada Allah lazimi hati kita ini selalu berdikir membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW sebab apa? sebab kata para alim ulama seluruh amal ibadah manusia ini itu ada yang diterima ada yang ditolak ilah kecuali selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW kalau orang membaca selawat kepada Rasulullah ini pasti diterima oleh Allah SWT karena selawat ini adalah merupakan pujian doa kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kembali kepada diri kita dan padidahnya orang membaca selawatnya sangat besar fadilahnya orang membaca selawat ini sangat besar sekali sebagaimana di dalam riwayat dijelaskan pernah Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada Malaikat Jibril, Mika'il, Isra'il, dan Isra'il berlaku berlaku 10 kali maka akan saya bimbing tangannya waktu menjalannya akan serotel nustakim Tau biar serotel nustakim di dalam kitab Iyia Imam Ghazili menggambarkan serotel nustakim ini seperti ini seperti rambut di belah tulang ini menggambarkan kalau kita berjalan di atas rambut kawak makanya orang berjalan di selotel nustakim ini ada yang apa ngesot tau biar ngesot ada yang merangka ini tapi kalau orang rancat di dunia dia sering membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW minimal 10 kali karena Malaikat Jibril ini Malaikat Jibril yang akan menuntun beliau untuk melewat dia akan serotel nustakim ini orang-orang yang sering membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan yang kedua katanya Malaikat Mikail mengatakan bahasanya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Kata Malaikat Mikail Ya Rasulullah barang siapa daripada umatmu yang membaca selawat 10 kali kepada engkau aku akan memberikan minuman minum daripada telaga khutnya engkau telaga khutnya telaga khutnya adalah telaganya Nabi kita Muhammad SAW telaga khut ini adalah salah satu sambungan daripada telaga khutnya telaga khutnya di tempatnya di dalam surganya Allah SWT jadi sebelum kita masuk ke dalam surga itu ada yang namanya telaga khutnya nanti Nabi kita Muhammad ini menunggu akan umat jadi telaga khutnya dikatakan di dalam riwayat Nabi Muhammad ini menunggu kepada umat di tiga tempat sebagaimana dalam riwayat Anas bin Malik mengatakan bahasanya Ya Rasulullah jika aku mendapatkan masalah nanti di akhirat aku akan menjumpai engkau dimana Wahai Rasulullah Rasulullah mengatakan Wahai sahabatku aku akan menunggu umatku di mizan jadi Nabi kita Muhammad menunggu umat jadi mizan jika disitu ada dilihat umatnya banyak berbuat dosa kepada Allah disitu dilihat umatnya yang akan dimasukkan raka oleh Allah SWT apabila dia banyak membaca selawat Nabi Muhammad dia akan mendapatkan bantuan daripada Rasulullah Rasulullah Nabi Muhammad tidak langsung masuk masih menunggu akan umatnya kata sahabat bertanya lagi Ya Rasulullah jika aku tidak berjumpai engkau di mizan aku dimana lagi akan bisa berjumpai engkau aku berada di jembatan Suratul Nustaqib sebelum umatnya melewati Suratul Nustaqib Nabi Muhammad menunggu disitu Nabi Muhammad menunggu akan umat tanya lagi sahabat Ya Rasulullah jika aku tidak menjumpai engkau di Suratul Nustaqib dimana aku bisa menjumpai engkau aku menunggu akan umatku di Telagah barang siapa yang minum daripada air Telagah dia tidak akan pernah haus selama-lamanya ini telagah khutnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallam sebagaimana juga dalam riwayat dikatakan bahasanya kata Alimam Ali Alimam Ali Karimullah Khaj mengatakan bahasanya pertama kali yang mendatangi telagah khutnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallam yaitu dari kalangan keluarganya beliau dan daripada pecintanya Ahlul Ahlul Baid Nabi kita Muhammad Sallallahu 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 Maganya dekati para habaib kita dekati mereka para duriah duriah Nabi kita Muhammad Sallallahu 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 agar kita bisa merasakan air telagah khutnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Terus dikatakan juga oleh Malikat Israfil mengatakan bahasanya Ya Rasulullah barang siapa daripada umat yang berselawat kepada engkau 10 kali Ana asjud Allah ma'arab tu'arab ura si had say kiro lahu barang siapa daripada umatmu yang membaca selawat kepada engkau 10 kali setiap harinya aku akan bersujud bersujud untuk memintakan ampun sampai Allah mengampuni akan orang tersebut ini Malikat Israfil memintakan bersujud memintakan ampunan orang membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu walehi wassalam yang keempat yaitu dikatakan oleh Malikat Israel bahasanya Ya Rasulullah barang siapa yang membaca selawat 10 kali kepada engkau aku akan mencabut nyawanya seperti aku mencabut nyawanya para Nabi dan para Rasul aku akan mencabutnya nyawanya selebut lembutnya seperti aku mencabut nyawanya para Nabi dan Rasul kita kita lihat orang yang ahli daripada ahli selawat kita lihat jenazah beliau seperti orang yang hidup beliau orang yang seperti orang yang hidup padahal beliau meninggal tapi ini berkat daripada selawat yang dia baca selawat yang dia baca maka lazimkan lazimkan lisan kita lidah kita untuk selalu membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu karena ini adalah amalan amal yang begitu ringan yang sebagaimana dikatakan oleh habib Abdullah bin haddad biarpun ini amalan amalan gawean gawean yang begitu ringan tapi kalau urusan akhirat ini menjadi koler padahal ini mulut kata Abah kudus kumpul amalan yang paling ringan yaitu adalah membaca selawat kebenar Nabi kita Muhammad Sallallahu walaikum selap terus yang ketiga yang tadi dikatakan orang yang tidak merugi yaitu orang yang beriman kepada Allah orang yang melakukan berbuat amal baik dan orang yang menasihati akan kebenaran kita nasihati kita bawa ada orang yang salah kita sampaikan kita tegak kenapa ma'ruf lain muka jangan kita rani kalau kita kata kawak menasihati setidaknya di hati kita mengingkari akan perbuatan perbuatan maksiat insyaallah ini kita dijauhkan daripada adabnya Allah subhanahu wa ta'ala dan yang terakhir yaitu kita menasihati dengan kesabaran kesabaran adalah separuh daripada keimanan kita apa yang Allah berikan kepada kita kita harus bersabar dan harus bersyukur harus kita terima harus kita memiliki sifat kona sifat kona adalah sifat yang mereka para awli sifat orang orang soleh mereka selalu terima apa yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau sudah ada di dalam diri kita empat sifat tersebut itu insyaallah kita menjadi orang yang beruntung fiturnya mungkin sedikit ini yang bisa Habib sampaikan kurang lebihnya habib maaf wabilai taufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya mohon maaf apabila ada yang hendak itu di luar ada sisa hintalu penerang hati tadi acara di 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 Barujaya tadi ada sisa hintalu penerang hati bila ada yang hendak itu di luar itu hadiannya 10 ribu insyaallah gasan anabian gasan diri juga untuk memperkuatkan amal ibadah kita kemudian cepat istiqomah bisa istiqomah bisa kuat sehat badan niat kenegasan apa insyaallah di jabal Allah berkat daripada dua selawat yang sudah berbacakan di intal tersebut kurang lebih nyaman maaf itu bila ada yang hendak hadiannya 10 ribu kurang lebih nyaman maaf bila taufik waridah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh bila اشتركوا في القناة وتشهدين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك توبة والمغفرة والتوبة والحداية والاستقامة وصل الخطمة برحمتك يا رحم الراحمن اللهم إنا نسألك رزقا واسعا رزقا واسعا رزقا واسعا وعلم النابي وعملا متقبل يا رحم الراحمن وبناتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وكل عذاب النار شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر